اتنين صحاب المفروض انهم عشرة وقريبين من بعض جدا وما بيخبوش حاجة عن بعض مرة واحدة واحد فيهم حصلت له مشاكل مادية فقرر بكل سهولة انه يخطف صديق ويخضره ويطلب فدية من أهل لانه عارف ان صاحبه ده هو أهله من الارتحيل مادية بس الموضوع ألب بكرسة وما وقفش عند الخطف لا ده صاحبه مات وقرر يعمل فيه حاجة مش هتستغرب على واحد بالتفكير ده انه يعمله أسامة توفيق عبدالصبو شاب في منتهى الأدب والأخلاق معروف بسمعته وسمعت أهله الطيبة شخصية محبوبة جدا من كل اللي حواليه لدرجة ان والدته بتوصف أخلاق ابنها بانه كان ملك ماشي على الأرض وان ابنها كان عملة ندرة ما بقتش موجودة ليمين دول وسامة مواليد 93 من مركزها هي محافظة الشرقية الشاب ده كان طموح جدا وكان كل أمله في الحياة انه يبقى دكتور وفعلا ذاكر واكتهد وقدر يدخل كلية تب جامعة الأزهر كاسم عزوم وبعد ما تخرج جاله التعيين في معهد نصر في منطقة السحل في القاهرة كل ده كان تمام لكن أسامة كان طموحه أكبر من كده أسامة كان نفسه يبقى عنده مجموعة عيادات ويفضل يكبرهم ويفتح في فروع طموحه كان غير متنهي وكل ده كان بيحكيه طول الوقت لصديقه المقرب دكتور أحمد شحدة اللي كان زميله في كلية وبما إنهم اللي تننسوا حابه ما بيخبوش حاجة عن بعض قرروا يشاركوا بعض ففعلاً شاركوا بعض في عيادة واحدة في منطقة السحل في القاهرة وفتح الدكتور أسامة أكتر من عيادة غير اللي مشارك فيها صديقه أحمد شحدة وبقى يشتغلوا في العيادة دي مع بعضه وكل شيء كان ماشي كوي الظاهرين لكن الغل بدأ من هنا بسبب عدم القدرة المادية لأحمد شحدة إنه يفتح عيادات زي الدكتور أسامة بدأ يبقى فيه حتة غل من جوه وللأسف كمان أسامة فطفض وحكى لصديقه المقرب أحمد إنه نفسه يفتح مركز طبي باسمه ويكون شامل كل شيء وإنه والدته وأخوه اللي عايش في السعودية هيساعده وهايدوله فلوس عشان يوقف المركز على رجله ويعارف منه إنه تواصل بالفعل مع أخوه وإن أخوه مرحب جدا بالموضوع وخلاص على وشك إنه يبعث له فلوس دكتور أحمد سمع الكلام ده وباركله وقال له مبروك وتمنى لك كل خير ربنا يوفقك لكن اللي فنييته غير كده أربعة يونيو في اليوم ده ضرت المكالمة اليومية العادية بين الحجة زينب والدة أسامة وأسامة ابنها كعادتهم لكنها ما كانتش تعرف إن دي آخر مكالمة هتسمع صوته والدته كلمته تطمن عليه وتشوف يومه هيمشي زي ولا هيعمل إيه بالضبط فأسامة طمنها عليه وقال لها إن هو دلوقتي في معهد نصر وشغال وبعد ما يخلص شغل في واحد صاحبه هيعدي عليه وهيجيب له بدلة وجزمة عشان هيغير في المستشفى ويطلع هو أو صاحبه يروح وفرح في التجمع الخامس وبعدين هيروح والدته قالت له مش هتفرحنا بيك بقى أنت كمان ولا إيه قال لها بما معناه إنك بتحس بيا يا ماما أنا فعلا معجب بزميلة لي وعايز أتقدم لها واتفقوا إنها لما ترجع من السعودية لإنها كانت عند خوف الوقت ده في الزيارة هيروح يتقدموا لها لإنها زي أي أم نفسها تتطمن على أولادها وتفرح بيهم لكن القدر سبق كل شي أسامة بعد ما قفل مع والدته وهو شغال جالوا تليفون بسبب التليفون ده استأذن زميله إنه هيطلع مشوار نص ساعة وهيرجع تاني على طول لكنه ما رجعش واما صاحبه روح عشان يوديله البدلة ويروحوا الفرح مع بعض ما لقهوش وسهل عليه زميله قالوا له إنه استأذن نص ساعة ومن ساعتها ما جاء ومن يومها أسامة ما رجعش دين الكلام ده كان يوم الحد 4 يونيو لحد يوم الأربع مفيش معلومة واحدة تقول أسامة راح فين زميله بدأوا يقلقوا عليه والدته كمان وبدأت تتصل بقريبه وممكن يكون عدة على حد فيهن أو أي حد يعرف عنه أي معلومة وكل تفكيرها راح إنه ممكن يكون هو في مشكلة كبيرة أو مقبودة عليه ولا حاجة الأم من خوفها نزلت مصر فورة وبدأت تدور على ابنها والشرطة بدأت تستجوب في كل المحويتين بأسامة ورحوا مكتبه فاتشوها على أمل إنهم يلووا أي معلومة توصلهم لسبب اختفاقه بالشكل الغمد ده التحقيقات حقيقة ما طولتش وفي نفس اليوم رئيس المباحس كلم والدة أسامة في التليفون وقال لها إحنا لقينا ابنك وقبل ما تفرح وتاخد نفسها قال لها روحي هتلاقي ابنك في المشرح الأم بقت رجليها مش شايلها من الصدمة مشرحة مشرحة إيه وكل تفكيرها ده من كام يوم كنت بكلمه عايزة أخطوبله ألاقي جسة طبعا مش بحتاجة وصف حالة الأم ربنا يعينها ويصبرها مفيش أصعب من اللي بتلاق في الضنة بس إيه اللي حصل لأسامة اللي حصل إن أسامة بعد ما قفل مع مامته جاله تليفون من رقم غريب ولقى واحدة بتقوله أنا بكلم حضرتك من طرف دكتور أحمد شيحد اللي هو صديقه المقرب وقالتلو إن والدتها مريضة جداً وطاريحة الفراش وما بتقدرش تتحرك وإن هي محتاجة جيلها فوراً لعمل كشف منزلي لإن والدتها في حالة سيئة وتعبانة جداً أسامة وافق على طول خصوصاً هقالتلو إن هجيلوه من طرف صديقه المقرب ففعلاً طلع من معهد ناصر وتوجه للعمار اللي البنت قالتلو عنوانها بكل سلام اتنين وأول ما دخل اتفاجئ بوجود صديقه المقرب أحمد شحتة والممرض اللي شغال معاه اللي اتنين اتهجموا عليه وضربوه بصاعي كالكهرباء وربطوه والدول حقنا مخدرة الكلام ده مطابق للاقلته الشرطة بعد تفريغ الكاميرات لأنها فرغت الأول الكاميرات معهد ناصر عشان يقدروا يشوفوا أسامة تلع الساعة كان بالزق وفضلوا متتابعينه بالكاميرات في الشويرة لحد ما الكاميرات جابته وهو داخل العمارة بمحض إيراته بعدها الشرطة لقيت إن فيه ثلاث أفراد نزلوا من نفس العمارة منهم واحد على كرسي بعجل وبين إنه متخضر وللأسف ده كان الدكتور أسامة لكنهم غيروا له لبسه وبيزق الكرسي اللي بعجل اللي قاعد عليه أسامة صديقه أحمد شهد ومعاه شاب كمان والكاميرات فضلت متتبعيهم لحد ما اكتشفت إنهم دخلوا بالعيادة بتاعتهم اللي كانوا مشتركين فيها مع بعض وبعدها كلهم خرجوا مع ده الدكتور أسامة الشرطة راحت لمكان العيادة بس لما راحوا لقوا طبيب تالت ملوش علاقة بالواقع سألوا عن الدكتور أسامة أو أحمد شهد قال إنهم مختفيين بقالهم كذا يوم وما يعرفش عنهم حاجة لكن الشرطة بدأت تفتش في العيادة خصوصا إن الكاميرات جبت إن الطبيب أسامة مخرجش منها وبدأوا ياخدوا بالهم إن فيه مواد بناء محطوطة على جنب ولقوا أكتر من بلاطة سيراميك مختلفة في الشكل عن اللي العيادة كلها معمولة بيه ولما قربوا لقوا فيه ريحة خرجة من المكان فقرروا يحفوروا وهنا كانت الكارس بعد ما خلصوا حفر لقوا جسد الطبيب الشاب اللي حصل بقى إن البنت اللي كلمت دكتور أسامة وعملت حكاية والدتها طريحة الفراش دي طلعت بنت اسمها إيمان عمرها 28 سنة وبتشتغل محامية وعلى علاقة غير شرعية بصديق أسامة المقرب اللي هو دكتور أحمد شهد وبيقول إنهم متزوجين عرفي بس بدون ورق وفعلاً ما فيش أي أوراق رسمية تثبت الكلام ده أحمد شحتة كان وعد إيمان بالجواز وكان كل شوية يأجل الخطوة دي بسبب الظروف المادية فلما عرف إن صديقه أسامة طلب من أخوي يبعط له فلوس عشان موضوع المركز وإن والدته كمان سعادته بمبلغ قرر ورسم الخطة اللي إيمان والممرد مشوا عليها معي مقابل إنهم هيقسموا الفلوس عليهم بالتساوي وطبعاً ده هيخليه نفذ وعده لإيمان بالجواز ورسم الخطة كالتالي جاب خط تليفون لإيمان وطلب منها تكلم أسامة استدريب وقال لها تقوله إيه بالزبط وأجر لها شقة اللي هي قدت عنوانها للدكتور أسامة في المكالمة وطبعاً هو والممرد زي ما قلتلكه كانوا في الشقة وأول ما أسامة دخل ضربوه وقهربوه بالصاعق والدول حقنة مخدرة وربطوه وغيرو لهدومه ونزلوا بيه على الكرس المتحرك للعيادة وهم في الطريق للعيادة أسامة كان هيفوه فالدول حقنة مخدر كمان بس الجرعة كانت زيادة الخطة كانت إنهم هيفضلوا حبسين ولحد ما يطلبوا من أهل وفيدية 200 ألف دولار لكن اللي ما كانوش عاملين حسابه إن الجرعة المخدر تكون زيادة فأسامة يموت ويفرق الحياة فقراروا بكل هدوك إنهم يحفروا حفرة جوه العيادة عمقها متر من الأرض ورموا فيها وردموا عليه ومشوا وكل حد فيهم راح في مكان يستخب إيمان رحت عند أهلاف الشرقية وأحمد شحتة رحل مني المهم إن الشرطة أبضت عليهم وعلى الممرض أحمد فرق وبدأت الشرطة تحقق معهم في الأول اعترفوا بكل تفاصيل الجريمة وتم تحويل القضية للمحكمة وفي أول محاكمة تاريخ 2 سبتمبر نقروا كل شيء وقال أحمد شحتة إنه كان فيه سابق معرفة ما بينه وما بين دكتور أسامة وإنه مش ممكن يعمل الكلام ده كله ونفس الكلام قلته إيمان وكانت بتتكلم بعين قوية وبعدها بشوية بعد التعيط وتتمسكن وتقول إنها مظلومة وما عملتش حاجة والممرض هو كمان أنكر كل شيء وطلب المحامي إخلاء السبيل على الأقل الإيمان لأنها مريضة لكن طبعاً المحكمة رفضت طلبهم وقالت إن الجلسة الجاية هتكون الأخيرة وهيتم إصدار الحكم عليهم وما زالت القضية شغلة لحد دلوقتي المتهمة يا صاحب المقام الروحيح مريضة بمعد غضاء المتهمة لا تأكل ولا كلام ولا تأوى في محبسها والتمس الحاضر من هيئة المحكمة كقرار إنسان راقم وقبل حانية على جديد المحاميب هتقمر في إخلاء سبيل المتهمة يا صاحب المقام الروحيح القضية من أول ما وصلت للإعلام واخدت حيث كبير جداً وبقت قضية رأي عام لأن الناس كلها بصلها مش على إنها جريمة قتل عادية زي اللي بنسمع عنها كل يوم لا الناس بصلناها من نقطة غدر الصحاب وغدر الناس اللي بناكل معهم عيشهم ملح واللي بندخلهم بيتنا بأيدينا وبنصق فيهم ونحكي لهم كل تفاصيل حياتنا وبنبقى مفكرين إنهم بيتمنوننا الخير ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو صدق الله العظيم فطبعاً كلنا مصدومين بس يا ريت نفوق ونتعلم ونعمل حدود لكل اللي حوالينا عايز أوضح برضو إن القضية حواليها إشاعات كتير جداً حتى وانا بجمع المعلومات لقيت كلام كتير متضارب في صحف بتقول إن الطبيب كان مدفون مشوه لكن الطب الشرعي نفق كلام ده وقال إن الجثة كان عليها بعض الكدمات وصحف تانية قالت إنه تساب يومين في الحفرة بدون أكل وشرب لحد ما توفاه الله وفيه آراء تانية قالوا إنهم دفنوا حي لكن الطب الشرعي أثبت إن سبب بالوفاء هي جرعة زيادة من المخدم فغالباً والعلم عند الله إنه مات في إيديهم نتيجة للجرعة الزائدة فدفنوا بالشكل ده عامة أكيد الجلسة الجاية هيبان فيها كل شيء وأكيد هيتم محاكمتهم ربنا يرحمه ويخفله ويسكنه فسيح جنته وينتقم من القتل أشد في قومة ويلهم والدته وأخوه الصبر على هذا اللي بتلاقي واستنوني في حكاية جديدة من حكاوتي أشكركم على المتابعة ودومتم بخير